لبنان المنهك بأزماته الاقتصادية تجد حكومته الجديدة نفسها أمام قرارات صعبة وتحديات كثيرة للخروج من مسار الانهيار الكامل أزمة اللقود أبرز وجوه مععانات اللبنانيين اليومية أمام فصل جديد بعد قرار وزارة الطاقة رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 38% هو قرار يبدو ممرا إجباريا لحكومة نجيب ميقاتي فهو من جهة يخفف الأعباء المالية عن خزينة الدولة برفع الدعم تدريجيا عن المحروقات ويمهد طريق من جهة أخرى أمام الحكومة لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تحرير الأسعار وحزمة إصلاحات اقتصادية قبل تقديم أي قرض للبنان تحدي آخر أمام الحكومة يتمثل بإدخال حزب الله النفط الإيراني إلى لبنان عبر الأراضي السورية يقول المنتقدون إن هذه الخطوة تتم دون رقابة الدولة أو دفع رسوم جمهورية ولا حتى فحص للجودة ومما لا شك فيه أن رفع أسعار الوقود سيكون له حتما تبعات اقتصادية سلبية على اللبنانيين وسينعاكس ارتفاعا في أسعار كثير من السلع والخدمات التي يعتمد تصنيعها وإنتاجها على هذه المادة كما أن إقرار الزيادة قبل بدء توزيع البطاقة التمويلية سيزيد من المصاعب في بلد ارتفع فيه مستوى الفقر بدرجة كبيرة إثر انهيار مالي مستمر منذ عامين قضى على 90% من قيمة العملة المحلية ينضم إلي من بيروت محاسن مرسل الباحثة في الشأن الاقتصادية اللبناني معي من باريس ميشيل أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس مرحبا بكما والبداية معك سيدة محاسن كيف نفهم هذه الخطوة اليوم ورفع الأسعار بنسبة 30% مساء الخير يعني هذه الخطوة كانت مقررة ومحسومة وبطبيعة الأحوال تم تمديد بالعكس يعني الدعم على المزوت والبنزين مهلة أسبوع تقريبا عندما تم تشكيل هذه الحكومة سيما وسبق أن أعلن حاكم مصري في لبنان بأنه في منتصف أيلول سبتمبر لن يكون قادرا على مزيد من تأمين للدعم على المحروقات سواء كانت المزوت والبنزين بطبيعة الأحوال في 8 سبتمبر تحديدا صدرت أول وثيقة أو قرار من وزارة الطاقة في لبنان تسعر فيه طون المزوت غير المدعوم بالدولار الأمريكي على مبلغ 540 دولار أمريكي ما يعني بأن موضوع رفع الدعم عن المزوت ليس الآن بل حصل في 8 سبتمبر أما فيما يتعلق بموضوع البنزين هو عمليا لا يزال مدعوم ولكنه تم رفع السعر من 8000 ليرة إلى اليوم على سعر منصة صيرة فكانت 12800 ليرة لبنانية يعني وصلت سعر الصفيحة إلى 180 ألف لذلك من الشروط الأساسية أصلا وتحضير الأرضية لحكومة نجيب ميقاتي كان أن تستلم هذه الحكومة والأساس يكون مرفوع الدعم على أن تقوم بإطلاق البطاقة التمويلية ومن ثم الحصول على ما يتعلق بالهبات أو المساعدات المالية لزيادة نسبة المستفدين من شبكات الأمان الاجتماعي لأن للأسف اللبنان حصل رفع الدعم عن المحروقات وهو أصعب مرحلة في مرحلة الدعم في حين غياب أي شبكات للأمان الاجتماعي سواء كانت النقل سواء كانت البطاقة التمويلية بالعكس للأسف الصورة ستكون قاتمة في الأيام المقبلة سيما مع تحرير الكل لسعر صفيحة البنزين وخاصة اليوم هناك معضلة أساسية متعلقة بموضوع أنه لا يزال سعر صفيحة البنزين في لبنان هو أقل بكثير عن موضوع سعر صفيحة البنزين في سوريا بالدولار النقدي سنبقى نعاني من مشهدية الطوابير ستبقى على حالها المزيد من الاحتكار والتخزين وأيضا المزيد من التهريب ما يعني بأن الأزمة لن تحل فيما يتعلق بما يعنيت بها الحصول على المادة إلا في موضوع المزود نعم ابقي معي سيدة محاسن سيد ميشيل يعني ضيفتي تقول بأن الأزمة باقية والطوابير مستمرة وعلى ما يبدو الحكومة الحالية حكومة نجيب ميقاتي لم تقرر ولم تأخذ هكذا خيارات وإنما هو ما فرد عليها من تبعات هذه الأزمة قبل أن يتم تشكيلها ما رأيك نعم بالطبع حكومة رئيس ميقاتي يعني الرئيس ميقاتي نفسه كان يتمنى أن يصل إلى رئاسة الوزراء بعد أن يكون موضوع رفع الدعم قد نزع كليا كشوكة في خاصرة الرئيس الحكومة الجديد ولكن بالنظر إلى أوضاع المالية اللبنانية وبالنظر إلى نفاذ المحزون والاحتياطي الإلزامي وما يمتلكه البنك المركزي في لبنان لم يكن هناك مجال إلا للذهاب في هذا الاتجاه أي اتجاه رفع الدعم بالطبع الحكومة اختارت رفع الدعم التدريجي يعني حصلت مرحلة أولى من رفع الدعم والمرحلة الثانية التي حصلت هذا اليوم وبالطبع هناك مرحلة ثالثة ولن يستقر الوضع إلا عندما يصبح السعر الدولار الذي يستخدم لشراء المحروقات يطابق سعر السوق السوداء عندها ستستقر الأسعار هذه نقطة أولى النقطة الثانية من الواضح أن هناك تبعات كبيرة ليس فقط بالنسبة للبنزين ولكن أيضا بالنسبة للمزود لماذا؟ لأن تحرير الأسعار سيعني أن المواطن اللبناني سيكون مضطرا لشراء المحروقات بسعر الدولار كما أن الشركات التي تستورد هذه المحروقات بما أنها لن تكون مستفيدة في مرحلة ما لاحقة من الدعم النسبي الجزئي الموجود حاليا من قبل مصرف لبنان والحكومة اللبنانية ستكون هي أيضا مضطرة لاستيراد المحروقات بسعر السوق السوداء بمعنى أن السعر الدولار اللبناني عفوا سعر الدولار بالنسبة للليرة اللبنانية الذي انخفض بشكل كبير من 19.500 إلى 13.500 أو 14.000 اليومين الأخيرين هذا الدولار سيعود إلى الارتفاع وبالتالي فإنما كان ينتظر من انخفاض الأسعار أن يربحه المواطن اللبناني سيتلاشى إضافة إلى أن سعر الخدمات وسعر كافة السلع المستوردة لبل السلع المحلية التي لها علاقة بالنقل وباستخدام المحروقات كل هذا سيكون مؤشرا سلبيا وسيشكل عقبة إضافية أمام المواطن اللبناني هذه هي النقطة الثانية والنقطة الثالثة برأيي لن تستقر الأسعار ولن يستقر الوضع إلا عندما يعود عامل الثقة إلى الميدان الثقة ليس فقط ثقة الداخل بالحكومة اللبنانية ونحن نرى اليوم أن هذه الثقة مفقودة وثقة الخارج أكان الخارج المحيط العربي المباشر أو الخارج الخارج وحتى اليوم لا نرى حماسة واضحة إزاءة تشكيل هذه الحكومة ورغبة في مد يد المساعدة لهذه الحكومة بالطبع الرئيس ميقاتي أعتقد أنه سيبدأ جولات خليجية وغير خليجية سريعا جدا سنتحدث عن هذه الجولات لاحقا سيد ميشيل أعود إليك سيدة محاسن يعني يبدو كل هذه القرارات والتحركات اليوم لا تشكل حلحلة للأزمة الراهنة وهنا أتحدث تحديدا عن أزمة المحروقات فما هو المطلوب اليوم برأيك يعني أولا موضوع كما قلت لك موضوع يعني تسكير ملف الدعم في لبنان آخر خطوات هي موضوع رفع الدعم عن المحروقات سيما وأن المحروقات هي البند الأعلى بكلفة تقدر 3 مليار وأكثر يعني كلفت أموال الموديعين أن كل الدعم هذا من ما تبقى من أموال الموديعين لدى مصر في لبنان اليوم تريد هذه الحكومة إلغاء جميع القرارات التي تقدت فيما قبلها يعني حسب ما أشيع طبعا وأن تبدأ من جديد الخطة الإصلاحية تقضي برفع الدعم كليا بالاتجاه إلى توحيد سعر الصرف لأن عند رفع الدعم يعني أولا موضوع الدعم خلق تعدد لسعر الصرف في السوق كان هناك رفع الدعم على 1500 دعم على 3900 دعم على 8300 وهلأ بعدها دعم على 12800 لسعر صفيحة البنزين اليوم أنا ندخل من مرحلة تعدد سعر الصرف إلى توحيد سعر الصرف يعني أنها تقوم بإصلاحات إلى حد ما أيضا موضوع حل حلات قطاع الكهرباء يعني مع بدء قدوم بواخر الفيول كان هناك طلب إضافي على المزوت في لبنان عندما اشتدت أزمة الكهرباء يعني انتقلت تغذية الكهربائية بشكل كامل على المولدات الخاصة لذلك ارتفعت حاجة لبنان للمزوت لذلك تعمل هذه الحكومة ليحل حلت كل هذه الأمور قبل نيلها الثقة على أساس البيان الوزاري التي وضعته والاتكلمت به عن البطاقة التمويلية تصحيح وضع القطاع المصرفي في لبنان موضوع المفاوضات مع صندوق النقد موضوع يعني موضوع عفوا نظر في خطة الكهرباء في لبنان يعني خطوط عريضة جدا بالإضافة إلى ملف الكهرباء ولكن للأسف هذا الأمر يعني نحن اليوم في أيلول سبتمبر 2021 الانتخابات هي في مايو 2021 هذه الحكومة عاجزة عن تقوم بأي أمر إلا بالحد الأدنى تأمين قليل من الكهرباء ماذا عن المعطيات الجديدة سيدة محاسن؟ وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة مزوت إيراني نفط عراقي الغاز والكهرباء من الأردن ومصر أولا موضوع النفط الإيراني هذه شعارات رنانة وضخمة أكثر من حجمها أولا فليكفي بالأساس موضوع النفط الإيراني الذي أتى إلى لبنان بيئة حزب الله لأنها تعاني كباقي المواطنين في لبنان لذلك القصة أكبر من حجمها كما قلت لك موضوع الفيول العراقي وموضوع أيضا الغاز المصري وموضوع أيضا استجار الكهرباء من الأردن كل هذه العوامل كفيلة بأن تخفف من أزمة الكهرباء وتخفف الضغط على موضوع حاجة لبنان إلى المزود ولكن فيما يتعلق بموضوع البنزين ما بالأساس عندما يرفع الدعم عن المحروقات لن يتمكن شريحة كبيرة من اللبنانيين من شراء تنكت أو صفيحة بنزين نظرا للغلاء الذي ستصل إليه أسلم معك جدلا بأن اليوم الحد الأدنى للرواتب والأجور 675 ألف بأقصى حد نحكي مليون و200 ألف ليرة لبنانية من المتوقع أن يصل سعر صفيحة البنزين في حال كان الدولار على 20 ألف ليرة لبنانية يعني أكثر من 300 ألف سعر صفيحة البنزين يعني كيف ستتمكن الناس من التنقل فضلا عن أن ارتفاع أسعار المحروقات سينعكس حكما وحتما على ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأيضا على الخدمات لذلك نحن اليوم بالفعل دخلنا مراحل الارتطام الكبير في لبنان في حال لم يتم تدارك الوضع عما قريب نعم سيد ميشيل إذا ما كانت خيارات الحكومة والتحركات أصلا محدودة والكل يتحدث عن اقتراب موعد الانتخابات النيابية والتي تفصلنا عنها ربما ثمانية أشهر بماذا تفيد هذه الجولات التي قد يقوم بها سيد ميقاتي العربية والدولية حتى نعم من الواضح أن لبنان لن يستطيع أن ينهض بنفسه بكلام آخر إن لم تكن هناك مساعدات خارجية بالنظر إلى تهاوي الأوضاع الاقتصادية المالية الصحية وإضافة إلى ذلك التعقيدات السياسية هذا هذا واضح أن التهاوي مستمر ربما لم نصل إلى الارتطام الكبير والخطير الذي نتحدث عنه والذي سمعنا الكثير عنه ولكن نحن في تهاوي متواصل هل وصلنا إلى القعر؟ هذا سؤال يمكن أن نتناقش علىه هذه نقطة أولى النقطة الثانية رغم كل التحفظات الموجودة على هذه الحكومة أعتقد أن تشكيل الحكومة هو شيء إيجابي لماذا؟ لأنه أخيرا سيفتح المجال لتفاوت جدي بين الحكومة اللبنانية وبين صندوق النقد الدولي الجميع يعلم داخل لبنان وخارجه في المؤسسات المالية وفي الأوسط السياسية أنه من غير اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن ليس أحدا في هذا العالم سيمد يده لمساعدة لبنان وبالتالي فإن إطلاق هذه المفاوضات مع صندوق النقد سيكون مؤشر جيد إلى أن هذه الحكومة ستعمل بشكل جدي هذه ملاحظة ثالثة الملاحظة ثالثة أنت تعلمين أن الرئيس الفرنسي وعد أنه عندما تشكل حكومة وعندما يظهر أن لديها رغبة إصلاحية لا يقول أن تحصل الإصلاحات أن تظهر هذه الرغبة أن تطرح المشاريع الإصلاحية أن تبدأ عملية الشفافية في التعاطي في الشؤون الاقتصادية والمالية عندها فرنسا مستعدة كما وعد ذلك منذ شهر سبتمبر من العام الماضي بالدعوة إلى مؤتمر دولي لمساعدة لبنان اقتصاديا وليس إنسانيا أنت تعلمين أن فرنسا عقدت ثلاث مؤتمرات دولية للمساعدات الإنسانية ولكن اشترطت هي والاتحاد الأوروبي وكل الصناديق وكل الأطراف المستعدة لمساعدة لبنان ربط هذه المساعدة بالإصلاحات إذن اليوم لبنان أمام مفترق خطير جدا إما أن يذهب في هذا الاتجاه وإما فإن الاتجاه الآخر هو الارتطان ثم ما يزيد الأمور تعقيدا هو بالطبع الاستحقاك الانتخابي ربيع العام القادم ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن كل طرف كل حزب سياسي كل مجموعة كل من هؤلاء سيلجأ إلى الخطاب الشعبوي من أجل تعبئة قاعدته ومن أجل إما الفوز بمقاعد إضافية وإما تلافي خسارة المقاعد التي يحتلها في مجلس النواب اللبناني وبالتالي سيكون هناك تصويب بالطبع على الحكومة ما ستكون هناك عرقلة إلا إذا كان الحس الوطني الذي لم نعثر عليه منذ تشرين عام 2019 وحتى اليوم إذا تغلب نوعا ما ووجد السياسيون أن مصلحة لبنان وأيضا مصلحتهم لأنه سيكون من العبث أن يبقوا في سلطة في بلد دخل تحت حافة الفقر بنسبة 75% إذن اليوم هناك ترارات حاسمة هناك تحديات أمام هذه الحكومة يفترن أن تواجهها سيدة محسن وباختصار من فضلك إلى أي مدى أزمة الوقود اليوم ستؤثر بالانتخابات البرلمانية القادمة طبعا اليوم ستستخدم هذه الورقة لشراء الذمام ومزيد من الزبائنية السياسية وأن أحزاب السلطة نشطت في الآونة الأخيرة في كل المناطق وكل الأحزاب دون استثناء إلى تأمين مادة المزوت ومادة البنزين أيضا نحن مقبلون في الشتاء وفي لبنان يبدو أن هناك مشكلة على كل حال شكرا جزيلا لك من بيروت محاسن مرسل الباحثة في الشأن الاقتصادي اللبناني والشكر موصول لك من باريس ميشيل أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس مقOP موسيقى موسيقى موسيقى